كابتن حسام غريب النهاردة متواجد معاق داخل قناة الاهلي وكننا منتكلم قبل الهوى في مواقف كتيرة جدا ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ولا الحصر على سبيل المثال يعني ان كابتن ياسر لبيب لعب في نادي الزمالك قبل كده سنة وانت كنت كابتن نادي الزمالك ايه اللي حصل طبعا كابتن ياسر لبيب عشان بقاله فترة هو في الامارات لكن لازم برضو نقول مين كابتن ياسر لبيب كابتن ياسر لبيب كان كابتن نادي الاهلي وكابتن منتخب مصر من اللعيبة اول اللعيبة اللي احترفت في مصر في ألمانيا ياسر بالنسبة لنا مش بالنسبة لنا بالنسبة لنادي الزمالك حاجة حاجة كبيرة جدا يعني احنا كجمهور وكنادي وكلعيبة وكجهاز وكقدرة احنا بنحب جدا ياسر لبيب لانه فعلا خلوك لعيب خلوك جدا لعيب مميز لعيب مش هيتعوض في الملعب لما حصل خلاف في النادي الاهلي ياسر لبيب ما ينفعش يبن هو يبطل فراح نادي الزمالك فلما راح نادي الزمالك احنا كلنا رحبنا به بمجلس الادارة وبالجهاز وما ينفعش ياسر لبيب يبقى موجود في الملعب لان هو كابتن نادي الزمالك ولان هو كابتن منتخب مصر فكان لازم ده ألف به احتراما لتاريخ واحد زي اسر لبيب ان هو يبقى كابتن نادي الزمالك ودي حاجة كويسة بالنسباني وشرف لي النهاردة كابتن خالد بأمانة ان انا يبقى معايا كابتن اسر لبيب سدقوني هي دي الروح بين اللاعبين وبين اللاعبة والاجيال المختلفة لكرة اليد طول عمرها كل الاجيال كرة اليد بهذا التاريخ وهذا الموضوع وكلهم اخوات ومفيش حزازيات كبيرة بينهم لان ده تاريخ كبير في كرة اليد